السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حالة اضرب على الدرس 12 و 13 الوحدة الخمسة المفهوم الثاني معكم ميس اسماء عبد المجيد ونبدأ مع بعض اوزال اوجد خيارك قسمة كل من مئتي طبعا عندي هنا الاسمة بس عندي هنا في علامات عشرية اول حاجة ببصل ليه المقسوم عليه المقسوم عليه في علامة عشرية بعد رقمين يعني اربعة جزءا من مئة على واحد وتسعة من عشر لازم اتخلص من العلامة العشرية اللي عندي في المقسوم عليه تمام هضرب في مية علشان اخلص من العلامة طبعا ضربت هنا في مية هتبقى دي اربعة تمام كده يعني كده انا بقسم على الأربعة عادي وضربت في مية طالما ضربت المقسوم عليه في مية بضرب العدد الثاني برضه في مية لما هضرب هنا في مية هرك العلامة العشرية بتاعتي رقمين عندي منهم رقم واحد والرقم التاني مش موجود في هنازل المكان وصفر بيعتبر العدد عندي مية وتسعين على الأربعة اول حاجة باخد الواحد على أربعة واحد صغير نقدره فقط تزال تزال حيث ي GNR نقدره انه حدث تحت شيء نقدره 30 يكتشف 9 X 6 يجنى好啦 نقص 1 صفر ثلاثة على الاربعة برضو ما تنفعش هامي له هنزل العدد اللي علي الدور اللي هو الصفر تلاتين على الاربعة الاربعة في سبعة بتمانية وعشرين هكتب السبعة فوق والاربعة في سبعة بتمانية وعشرين بقى معايا كام بقى معايا اتنين تمام كده هنا بقى ببدأ حط علامة عشرية وكمل المسألة بتاعتي وزود هنا صفر سبقت 20 على الاربعة الا 4 في 5 في 20 يبقى كده المسألة الخلصت تمام كده السؤالque اللي بعته هنا في المقسوم عليه معنديش فيه علامة عشرية تمام معنديش علامة عشرية طيب طالما ما معنديش علامة عشرية خلاص هنقسم على طول هاخد ال62 على ال16 عايز حاجة اضربها في ال16 تديني حاجة أرهبت لل62 انه صروع 9 و 20 حاجة و 5 و 30 حاجة و 30 حاجة و 6 والثمانية واربعين إحبار تحت الحصول تحضر ال切ت في الستاشر تدين حاجة قريبة للمية اتنين واربعين طبعا المية اتنين واربعين عدد كبير فهنجرب يا السبع يا التماني خلاص هنجرب السبع الاول لو لانها صغيرة نجربها بقى فوق هنا اهو ادي السبعة في ستاشر الستة في سبعة باتنين واربعين ومعنا الاربعة السبعة في واحد بسبعة واربعة يديني 11 مية واثنى عشر طيب نجرب التماني لو كانت قريبة ناخد التماني اكبر نخلينا في السبع هنا الستة في تمانية بتمانية واربعين تمانية ومعنا الاربعة التمانية في واحد بتمانية تمانية ووية اربعة اتماشر بقت مية تمانية وعشرين طيب المية تمانية وعشرين قريبة فين هياخد مين هياخد التمانية المية تمانية وعشرين وبشد الخط وبطرة اتنين نقص تمانية منفعش بقت اثنين اتناشر اثناشر نقص تمانية اربعة. الاربعة수가 الى تلاتة نقص اثنين واحد. معتش عندي غير الاربعة. بقت مية اربعة واربين. عايزة حاجة اضربها في ستة اخر. تديني حاجة قريبية للمية واربعة واربين. تعالى نجرب. احنا وصلنا له التمانية. تمام. تعالى نجرب التسعة. نضربها حتى تحت هنا. ادي التسعة في الست عشر. الستة في تسعة في اربعة وخمسين. ومعنا الخمسة. التسعة في يجب أن نتج معنا ثلاثة تسعة وثمانين جزء من ماء هنا برضو العدد مفروش علامة عشرية خلاص هنقسم على طول هاخد الثمانية وخمسين عايزة حاجة أضربها في الثلاثين تدين حاجة قريبة للثمانية وخمسين لو خدت الاثنين في الثلاثين هتديني ستين لو خدت الاثنين هتديني ستين الاثنين أكبر فأنا هيخد الواحد الواحد في تلاثين بتلاثين وبشد الخط وبطرحة التمانية هتنزل وخمسة نقص ثلاثة هتديني اتنين تمانية وعشرين صغيرة فعلشان أقسم لازم أقسم عدد أكبر فهنزل عدد اللي على الدور اللي هو التسعة تمين كده عايزة حاجة بقى أضربها في التلاثين تديني حاجة قريبة للمتين تسعة وتمانين لو خدنا التلاثة في تسعة بسبعة وعشرين وهحط الصفر يبقى ميتين وسبعين لكن لو خدنا طبعا آخر حاجة عندي اللي هي التسعة فمش هناخد غير التسعة هيخد التلاثة في تسعة بسبعة وعشرين وعندي الصفر هنزله بقى ميتين وسبعين وهشد الخط وهطرح تمانية ومقق السبعة هتديني واحد هنزل العدد اللي على الدور ده كده سبعة هنزل العدد اللي على الدور اللي هو مين اللي هو الخمسة الخمسة جات العليمة طلحة فوق عايز حاجة تديني حاجة قريبة للمية خمسة وتسعين لو خد التلاثة في ستة بطمانتاشر لو خدت تلاثة في سبعة بواحد وعشرين يعني متين وعشرة فانا هاخد الستة التلاثة في ستة ده كده ستة تلاثة في ستة بالتمنتاشر وعندنا صفر نزله ونطرح قدي خمسة وتسع نقص تمانية واحد بقت خمستاشر خمستاشر اصغر الخمستاشر اصغر طبعا هنا ما عادش عندي حاجة ممكن نزود له صفر ما فيش مشكلة عادي زود صفر ده رما انت في الاعداد العشرين ممكن تزود صفر مية وخمسين على التلاتين مية وخمسين على التلاتين التلاتة في خمسة بخمستاشر واتحط لها صفر يبقى مية وخمسين تبقى كده خلص يبقى دي كده خمسة دي كده خمسة وتعالو نشوف السؤال اللي بعده سؤال رقم اربعة بسم الله خمسة على الخمسة هتدينا واحد الواحد في خمسة بخمسة تمام خلصنا من الخمسة نزل الواحد اللي عليه الدور الواحد ده اصغر ونزل من فوق ما اطرحش وبحجز له صفر لان هو اصغر ونزل من فوق جات العالية مطلحة فوقه ونزل العدد اللي على الدور اللي هو الست تمام كده هياخد الستاشر على الخمسة اللي اضربه في خمسة الدين حاجة قريبة للستاشر التلاتة في خمسة في خمستاشر وبقى معانا كام وبقى معانا واحد نزل العدد اللي على الدور اللي هو الخمسة خمستاشر على الخمسة هدي الدين تلاتة التلاتة في خمسة في خمستاشر وبقى كده خلص يبقى الناتج معنا عشرة تلاتة وتلاتين جزء من الماء ونشوف السؤال اللي بعد سبعة الستة هاخد الواحد الواحد في ستة بستة وتبقى معنا واحد تمام نزل عدد اللي على الدور اللي هو التلاتة حاجة اضربها في ستة هتديني حاجة قريبة للتلات عشر اللي اتنين في ستة باتناشر يبقى معايا كده معايا معايا غير بقى الواحد انزل الواحد تمام العدد اللي على الدور جات العلامة طلحها فوق العدد اللي على الدور العشر أرد نحو بأربعة أريد أن أضربها في 6 أو أرتدنا 2 ٥٦ أربعة أردت مرة النقطة أريد أن أضربها في 6 و أردنا الـ. أضرب في 10 أكثر من الأشياء أضرب في عشرة و أضرب خمسة ثم أضرب الصفر وحضر الصفر أربعة وربعين على الخمسة حاجة ضربها في 5 تضيفها ارهيبا للـ 44 الـ 5 في 8 بـ 40 وبقى معنا 4 نزل عدد العالي الدور الـ 0 40 على الـ 5 فيها 8 الـ 5 في 8 بـ 40 وبقى كده خلصت ونشوف السؤال اللي بعده سؤال رقم 7 هنا عايزة خلاص من العلامة هضرب في 10 هتبقى دي 8 هضرب في 10 هتبقى العلامة بين الـ 2 والـ 9 يعني علامة دي خلاص كده تحركت بقى هنا كده بين الـ 2 والـ 9 وتعالى نقسم 9 على الـ 8 فيها الـ 1 الـ 1 في 8 بـ 8 شد الخط واترح نزل الـ 1 هنا نزل العدد العالي الدور اللي هو الـ 9 بقى الـ 19 الـ 19 على الـ 8 حاجة ضربها في 8 هتبقى دينا حاجة قريبة للـ 19 الـ 2 في 8 بـ 16 اللي أخذت 3 في 8 بـ 24 هتبقى أقبر يبقى أنا أخذ الـ 16 بقى معنا كام 3 جات العلامة بقى طلحة فوق نزل عدد العالي الدور الـ 2 32 على الـ 8 الـ 4 في 8 بـ 32 وتبقى كده خلص ندخل على السؤال رقم 8 عندنا هنا 15 على 51 لو خدت الـ 5 على الـ 51 الخمسة صغيرة فأنا هاخد من؟ هياخد الـ 51 كلها هناخد الـ 51 كلها تمام؟ طيب عايز حاجة ضربها في 15 تديني حاجة قريبة للـ 51 لو خدت الـ 2 في 15 بـ 30 تبقى الـ 3 في 15 بـ 45 هاخد الـ 3 في 15 بـ 45 واشد الخط وطره 1 مقص 5 من فعشي يبقى الـ 1 حداشر 11 مقص 5 هيديني 6 هذه الـ 6 والـ 5 بقص 4 وطره 4 صفر على الشمال خلاصاً مش هنكتبه تمام؟ 6 على الـ 15 صغيرة حط علامة عشرية بقى وكمل وزود 0 60 على الـ 15 عايز حاجة ضربها في 15 تديني 60 الـ 4 في 15 بـ 60 طبعاً تقدر انت تعمل لك جدول صغير في الجنب تدرب فيه 8 على الـ 12 8 صغير هاخد الـ 81 على الـ 12 هاخد الـ 81 كاملة تمام؟ عايز حاجة ضربها في 12 تديني حاجة قريبة للـ 81 هاخد الـ 6 الـ 6 في 12 بـ 72 ده كده 72 واشد الخط وبطرح 1 نقص 2 ماينفعش بل 1-11 11 نقص 2 هيديني 9 والـ 8 بقت 7 تمام؟ جات العلامة طلحها فوق ونزل العدد اللي بعد العلام اللي هو الـ 6 حاجة ضربها فيه 12 تديني 96 ادلت 8 في 12 بـ 96 وطبعاً كده خلص وندخل على السؤال اللي بعد هنا بيقول لي أوجد نتج مايلي حتى الجزء من ماء في المسائل غير المنتهي نوجده تمام؟ هنا طبعاً هقسم على رقم واحد طالما هقسم على رقم مش محتاجين ان احنا نعمل جدول ولا نعمل اسمه مطاولة تمام؟ تعالي نبدأ بأول سؤال هنا هاخد اللي 12 على الثلاثة 12 على الثلاثة إلا ضربه في 3 يديني 12 الثلاثة في 4 هذه اللي 4 تمام؟ جات العلامة أو نزل 6 على الثلاثة فيها الـ 2 ناخد سؤال الثلاثة 21 على الثلاثة فيها السبعة 3 في 7 بـ 21 جات العلامة نزل 3 على الثلاثة هتديني 1 نضحل على السؤال اللي بعده 5 على الخمسة هتديني 1 أو 50 على الخمسة على طول هتديني 10 والعلامة العشرية 5 على الخمسة هتديني 1 وندخل على السؤال اللي بعده 20 على الـ 6 طيب نطلع بقى فوق شوية هنا العشرين على الـ 6 تعالي بقى هنا ناخدها في جنب شوية لأنها مش رقم هيبقى في علامة عشرية فنكمله هين قد 20 على الـ 6 عايزة حاجة ضربها في 6 تديني حاجة أرهيبة للـ 20 هاخد الثلاثة في 6 بـ 18 دي أقرب حاجة وتبقى معي كام 2 اللي اتنين صغيرة فبطلع علامة عشرية وبحط صفر 20 برضو على الـ 6 هتديني الثلاثة في 6 بـ 18 وتبقى برضو معي 2 هحط صفر وهزاوة هتديني 3 يبقى ده عدد متكرر فخلاص باخد ايه أقرب رقمين اللي هو وبعد كده ما بكملش خلاص ندخل على السؤال اللي بعد 3 على 3 هتديني 1 تمام جات العلامة نزل 8 على 3 هننزل العدد يقبل على الـ 6 6 على الـ 3 هتديني 2 طيب من انزلت من الـ 8 لحد الـ 6 يعني بقى معي 2 يعني الـ 1 دهوق بقول عليه 21 تمام كده 21 على الـ 3 هتديني 7 يبقى احنا كده خلاص سؤال رقم 6 8 و 4 أو 4 على الـ 2 هتديني 2 8 على الـ 2 هتديني 4 جات العلامة نزل 2 على الـ 2 هتديني 1 6 على الـ 2 هتديني 3 ندخل على السؤال رقم 7 هنا طيب ناخد ديه تحت لانها ايه هيبقى فيها باقي شوية ناخد قد 1 1 2 علامة عشرية 1 9 11 على 9 هاخد الـ 1 الـ 1 في 9 بتسعة وبشد الخط وبطر بقى معانا كام 2 نزل العدد اللي على الدور اللي هو 2 22 على التسعة عايزة حاجة ضربها في تسعة تديني حاجة قريبة للـ 22 لو خدت الـ 2 في 9 بـ 18 لكن الـ 3 في 9 بـ 27 تبقى كبير فاخد الـ 2 في 9 بـ 18 وبقى معانا كام 12 نقص 8 هتديني 4 ودي بقت 1 جات العلامة طلحها فوق ونزل العدد اللي على الدور اللي هو الـ 1 41 على التسعة حاجة ضربها في تسعة تديني حاجة قريبة للـ 41 يكون lutرًا ما هو رقم 5 قم به الأصغads واضي مصنعونا سنضع وضع 50 على 9 مصنعونا سنضع بغبارك في الوضع ويكون مصنعونا كثيرا نضع رقمين بعد العالم كاف يكون كل مصنعونا رقم 8 هنا 13 على السبع 13 عدد صغير على السبع تمام اه قصد الواحد عدد صغير فباخد التلاتاشر عايز حاجة اضربها اه نبدأ بايه بسم الله نبدأ مثلا بالواحد دايزين بردو نعملها تحت طيب ايه نمسح نمسح جزء من هنا نحل فيه هنا انا اخد عدد هنحط علام عشرية ونكمل هحط علام عشرية وهكمل تمام ناخد ايه بس هطبعا صعب بسم الله ايه دي كده نبدأ نشوف لو خدنا الاتنين في سبع باربعة عشر فمش هنفع اخد الاتنين في سبع تمام فهضطر ان احنا ناخد الواحد وبعد كده بنكمل بعلام عشرية تعالى بقى نكمل وخلاص ايه دي هنا تلاتاشر على السبع تمام هنا هناخد عدد قريب للواحد في سبع لو خدت الاتنين هتوبة كبيرة اخد الواحد في سبع بسبع تمام هيبقى معنا من السبع آآ ستة تمام ستة صغيرة فبحط علام عشرية وبزود صفر الستة صغيرة فبحط علام عشرية وبزود صفر عايز حاجة اضربها في سبع تدين محجر ريبا للستين لو اخذت الخمسة في سبع بخمسة وتلاتين او سبعة في день سبعة بتسعة اربعين سبعة في تمانية بستة U50 لو خدت السبعة في تسعة بريتاوستانا فينا هثنه هاخد السبعة في تماني السبعة في تمانية بستة وخمسين وبقى معين اربعة ستة وخمسين ستة واربين ستة cameep 56 but that's she 9 ستة وخمسين وجدتهاب اربعة اربعة اضرابه في سبع يدينا حاجة قريبة الى اربعين الخمسة في سبع بخمسة وتلاتين لو خدت الستة في سبع باثنين واربعين كبيرة فهياخد الخمسة في سبع بخمسة وتلاتين ويبقى معنا خمسة تمام طبعا انا باخد ايه رقمين بعد العلامة بس ونشوف السؤال اللي بعده اربعين على السبع اربعين على السبع نكتبها هنا هو بعدين نبقى نمسحها ادي اربعين على السبع حاجة اضربها في سبع تدينا حاجة قريبة لليرربعين الخمسة في سبع بخمسة وتلاتين اقرب حاجة لست حلنا الوقتي وبقى معنا خمسة تمام هحطها على معشريه علشان اخلاص وزود صفر خمسين على السبع عندي بسم الله السبع في سبع بتسعة واربعين ده اقرب حاجة واتبقى معنا كام؟ هي بقى معنا واحد بقى معنا واحد حط له صفر بقى عشر عشر على السبعة هاخد الايه الواحد الواحد في سبعة بسبعة وبقى معنا كام وبقى معنا تلك كده وصلنا الرقمين بعد العلامة خلاص كفاية يبقى بياخد خمسة سبعة واحد وندخل على سؤال تلاتة اكمل مياتي بيقول لي خارج الاسمة بس هنا عايز التقدير خلاص هنا في اسئلة خارج الاسمة وفي تقدير تمام خلانا في اول سؤال معنا خارج الاسمة طبعا هنا علامة بعض رقم وانا علامة بعض رقم خلاص هيروخ خمسة وعشرين على الخمسة هتديني خمسة ده مش همقدر ما قاليش قدر تمام هنا تقدير تقدير يعني اقدر براحتك عايزت يسار ماشي تحلى باليسار بالكمال مميزة اللي انت عايز هنا الـ 28 قريبة للـ 30 أسهل لنا والـ 3 والثلاثة خليها زي ما هي ثلاثة هتقبل على الثلاثة تلاتين على الثلاثة هتدين عشرة يبقى هنا قريبين للعشرة تمام كده طيب هنا برضو تقدير هنا نتج التقدير برحتك تقدر زي ما انت عايز لهي اجابات كتير مش اكتر مش اجابة واحد تمام هنا ممكن السائل تمانية تدي للسبعة مثلا نخليها تمانية او تخليها قريبة للتسعة تسعة التلاتة هتديني تلاتة تمام او ممكن نخلي دي تمانية ونقسم على الاتنين تمانية على الاتنين تدينا اربع وممكن نخليها ستة ستة على التلاتة تديني اتنين تمام ده او ده خارج الاسم هنا هنقسمها تشيل علامة مع العلامة وهتقسم اتناشر سبعة على الاتنين علامة هتروح مع علامة خلاص ده علامة بعد رقم وده علامة بعد رقم 12 على الاتنين هتديني 6 7 على الستة هنزل لعداء 7 على الاتنين هنزل للستة 6 على الاتنين هتديني 3 وهحط علامة عشرية وكده هكمل لأنه أنا خدت الستة يعني بقى معانا كم بقى واحد الواحد ده هعتبره عشرة هحطله صفر عشرة على الاتنين هتديني 5 ونشوف السؤال اللي بعد يبقى هنا 6 3 علامة 5 سؤال رقم 5 خارج الاسم هنشيل علامة مع علامة وهياخد 192 على الاتنين 19 على الاتنين هناخد الاتنين في تسعة 18 هتديني 18 يبقى واحد نزل الاتنين 12 على الاتنين هتديني 6 يبقى نتج معانا 6 وتسعي ونشوف سؤال رقم 6 تقدير برضو ما نقسمش هنا خليها 20 على الاربعة 20 على الاربعة فيها الخمس وتعا نشوف الصفحة الثانية هنا بلوضع علامة أكبر من أو أسر من أو يسوي بسم الله هناخد العدد طبعا عشان أحط عليه ما لازم أحل الأول ده الجانب اليمين دعم أحلول تعال نحل ده مشر على الستة هتديني 2 جات العدد من نزلها 6 هتديني 1 تمام الاتنين شكل بعض ناخد العدد الثاني 30 على الخمسة هتديني 6 جات العلامة نزل 5 على الخمسة هتديني 1 ده ستة واحد من عشر لكن ده ستة صحيح يبقى ستة واحد من عشر هنا تلاتة وتلاتين هننزل العدد يقبل على التلاتي على الاتنين هننزل للتنين وتلاتين الاتنين وتلاتين على الاتنين هتديني 16 والعلامة على طول نزلك هنا الاتنين والستة اشر في اتنين satisfisan 5 وبقى معنا واحد طيب احنا ممكن نحلاها هنا علشان ما تلتهش هي تأدي تلاتة تلاتة على أربعة اتنين خدنا التلاتة على اتنين هتديني 1 الواحد في اتنين بداتين وبقى واحد نزلنا العدد العديدور اللي هو التلاتة 13 على الاتنين فيها الستة 32 في 6 ب12 وبقى معنا كم وح جات العلامة طلحة فوق نزل عدد الدور اللي هو الاربعة 14 على الاتنين هتديني 7 يبقى ده خارج الاسمة تمام؟ هنا هضرف 1 جزء من 10 ونحط علامة بعد رقم هتبقى 7 علامة 6 و 1 يبقى العلامة بينهم يسوي ندخل على السؤال اللي بعده 15 على ال 3 هتديني 5 3 في 5 في 15 جات العلامة نزل 6 على ال 3 هتديني 2 يبقى هنا 5 و 2 من 10 وهنا 5 و 4 من 10 يبقى ده الكبير 42 على ال 7 فيها 6 6 في 7 في 42 جاء العالمه نزلت 7 أس 7 فيها الواحد هضرب في 1 جزء من 10 يعني بحط علامة بعد رقم يبقى ل2 برضه شكلهب تعالي ناخد العدد اللي بعده هنا 4 على الثلاثة اهي ايه دي 4 علامة 5 على الثلاثة 4 على الثلاثة هتديني واحد الواحد في 3 بتلاتة وبقى معانا كام وبقى معانا 1 جاء العالمه طلح فو ونزل 5 13 علي 5 يبقى هنا واحد وخمسة من عشرة وهنا واحد وستة من عشر يبقى واحد وستة من عشرة ونشوف السؤال قرر مجلس المدينة تجميل وزرع أشجار على جنب الطريق يبلغ طول الطريق الفين وخمسين متر وسيزرع المجلس خمسة وسبين شجرة على مسافات متساوي بحث تكون مسافة بين كل شجرتين تمثل عدد صحيح فهم المسافة التي تفصل بين كل شجرتين تعالي نقسم هذا الث Marin 2 علامة هذا غير 5 7 achi نقسم الث لأه الاث لأه الاث لأه الاث لأه الاث لأه اس ك calculator صغيرة التمام فانا هاخد الـ 20 وخمسة لو خدنا اه إذا الس página 3 أسمى conforme 75 وتلقى الثلة الاثمة اخبروا ال اث manualS amb UOH Iili 2 7 Por 14 وحد P15 brauchen exam 3 3식ger 5 15 3식ger 7 21 1 22 A Aquí こitad 25 trying to ban 150 we only took 250 and put used the chip and place the chip Fly some 5 reclined He pulls 5 Thisism is 10 We can musste the number 1 you want to sew 75 and turn about 550 طبعا هنجرب الخامسة حاجة اولها مسلاة آآ باسم اللي لو حدنا احنا دجربنا الخامسة خمسة اولا خمسة عشرين الخامسة في ستة تعال انجرب الستة combine 6 الخامسة فيassociار من 3030 معنات تلاتة التلاتة التلاتة الستة فيسبعة فيتنين واربعين وتلاتة خمسة واربعين طيب نجرب السبعة ادي السبعة في خمسة وسبعين الخامسة سبعة بخمسة وثلاثين ومعانا تلاتة سبعة سبعة بتسعة واربعين تسعة واربعين وتلاتة تنين وخمسين اتنين وخمسين احنا قلنا خمسة سبعة بخمسة وثلاثين ومعانا تلاتة سبعة سبعة بتسعة واربعين ثلاثة اتنين وخمسين. هنا هنا ياخد السبع فوق. شو انتبه انبسيك ودي خمسمية خمسة وعشرين. بقى معنا كده ادي عشر نقص خمسة خمسة والخمسة بقى معنا خمسة وعشرين. تمام? هو هنا عايز المسافة بعضات صحيح يعني مش عايز كسور يعني ما يكملش. يبقى سبعة وعشرين. المسافة التي تفصل بين كل شجرتين سبعة وعشرين متر. سبعة وعشرين متر. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده. يمتلك اماد اربعة ونصف متر من السلك مكسما الى تلاتين قطعة متساوي. اوجه طول القطعة. طبعا هنا هقسم على تلاتين. اربعة وخمسة من عشرة على التلاتين. تمام كده? بسم الله. عايز اخلص من العلامة العشرية. اضرب في عشرة. ممكن اضرب في عشرة. احط هنا صفرة تبقى تلتمية. بس احنا عايزين مكان نحل فيه. طيب. نحل هنا. دي اربعة. علامة. خمسة على التلاتين. يلا. اربعة تلاتين صغيرة في هيخد الخمسة واربعين على التلاتين. هيخد الخمسة واربعين على التلاتين. عايز حاجة اضربها في تلاتين تديني حاجة قريبة للخمسة واربعين. حاجة قريبة للخمسة واربعين. مش لازم نفس الناتج. طبعا هنا انا احط اول حاجة. اه. انا اخد. بسم الله. هنا احط. اه. صفر. وعلامة عشرين. ليه? علشان عندي الاربعة صغيرة وجات العلامة على هو الدور تطلع. فنحض الخمسة واربعين. فحط العلامة الاول. وبدأ ادور على العدد لو خدت الاتنين في تلاتين بستين فالتنين كبيرة. هاخد الواحد. الواحد في تلاتين بتلاتين وبشد الخط وبطرح. ادي خمسة. اه بقى خمستاشر. خمستاشر على التلاتين طبعا خمستاشر على التلاتين لو خدت. حطه سفر. تمام. هحط صفر هنا التلاتة في خمسة هيدي الخمسة تلاتة في خمسة بخمسة وعند صفر يبقى كده خلص تمام يبقى انا بدأت بصفر ليه علشان العدد هنا اظهر من العدد هنا وممكن تضرب في عشرة وتحرك العلامة هنا لكن هنا هتقسم برضو على تلتمية فهتبدأ لازم برضو تحط صفر تعالوا نشوف السؤال اللي بعد لده عبير اربعة وثمانية اربعة وعشرين وتمانية من عشر كيلو جرام من التوالب الكومت بتوزع لأكيس بالتساوب حيث تكون كتلة ميحتوي كل كيس تمانية من عشر وبعدد الاكيس التي استخدمتها عابير طبعا هنا على ما بعد رقم وهنا على ما بعد رقم ممكن نخلي الاسم كله مش محتاجا نعملها اسم مطولة ولا حاجة نعملها اسم عاديا المرات ادي اتنين اربعة تمانية على التمانية تمام ده علامة بعض رقم وده علامة بعض رقم خلص 69 مبعد على ده اخذ 24 على التمانية 24 على ثمانية فيها الثلاثة 5 عن 24 تمانية حدث lin1 ي endurance 31 كيس لدى سامي شريط زينة طوله 15 متر قصمه لأجزاء متساوية طول كل جزء 2 ونسبة مع عدد الأجزاء التي قصم هنا هناخد الـ 15 متر على الـ 25 من 10 هنا طالما هقسم على عدد في علامة عشرية لازم أخلص من العلامة هضرب في 10 طالما هضرب هنا في 10 هتبقى دي 150 على الـ 25 يبقى معي مسألة الإسمة 150 على الـ 25 حاجة ضربها في 25 تديني 150 طبعاً الـ 6 واحفظها أفضل الـ 6 في 25 بـ 150 يبقى عدد الأجزاء 6 أجزاء وتعالي نشوف سؤال 4 لدى درامي 17 و 18 كيلو جرام من الحلو وقصمها بالتساوى على 4 علب فيما كتلة الحلوة في العلبة الواحدة هناخد الـ 17 و 18 على الـ 4 هناخد الـ 7 علامة 6 على الـ 4 طالما المقسوم عليه مفوش علامة وخلاص إسمه على طول 17 على الـ 4 هناخد الـ 4 على الـ 4 على الـ 4 على الـ 16 جاءت العلامة نزلها بقى معانا واحد هنحطه جنب الـ 16 بردو 16 على الـ 4 هي نفسها الـ 4 يبقى كتلة يبقى هنا كيلو يبقى كتلة هنا بردو في الإجابة كيلو جرام ونشوف السؤال اللي بعده في السؤال فكر تريد داليا هن توزع 20 لتر من مصروب الكركيديه بالتساوى على 50 كوباية فما مقدار الكركيديه في كل كوم هناخد الـ 20 على الـ 50 تمام الـ 20 أصغر من الـ 50 يبقى على طول تبدأ تغط علامة صفر وعلامة عشرية ونبدأ نزود صفر تمام ونبدأ نزود صفر عايزة حاجة أضربها في الـ 50 تديني حاجة قريبة للمتين تمام ممكن هنا بسم الله ممكن أشيل الصفر ده مع الصفر ده علشان يسهلك الاسم شوي 20 على الخمسة هتديني أربعة الاربعة في خمسة بعشرين وتبقى كده خلص يبقى عشرين نمسح دي نكتبها عشرين حلوة تبقى ايه الاربعة من عشر عشرين ايه اربعة من عشر لتر ونشوف آخر سؤال معنا في الصفحة وبعدين ندخل على الاختبار يقول خالد أن خارج الاسم واحد واربعة من عشر على ثلاثة من عشر هو ثلاثة والباقي هو خمسة تعال نقسم هنا علامة بعد رقم يبقى العلامة هتروح يبقى بقت اربعة عشر على الثلاثة اربعة عشر على الثلاثة اضربها في ثلاثة تديني حاجة قريبة للاربعة عشر لو خدنا هنا الاربعة ثلاثة فاربعة بتماشر تمام كده وبقى معانا كام وبقى معانا اتنين بقى معانا اتنين بحط علامة عشرية واللي اتنين دي بحطولها صفر عشرين على الثلاثة هتديني حاجة قريبة للعشرين حاجة اضربها في ثلاثة هتديني حاجة قريبة للعشرين لو خدنا الثلاثة في ستة بتمامتاشر تمام هيتبقى معانا كام هيتبقى معانا اتنين هنوضف مختلات اول سؤال يمتلك اعمايتس خمسة وخمسة من عشرة من السلك اواجテمهم على خمس قطعة هلقى خمسة وخمسة من عشرة على الاخمسة تمام خمسة وخمسة من عشرة خمسة وخمسة من عشرة على الخمسة 5한테 ضدنوا واحد یو طيب واحد واحد وسألقى واحد و Pearl 1010 دا الرئيش سرقنا الجانب 1 جنب الخمسة بقت 15. 15 على الخمسة هتديني 3. 3 في 5 في 15. يبقى 2.3 من 10. هنا 17 على واحد جزء من ماء. شال العلاء خلاه فيه. يبقى الواحد جزء من مية. تعتبرها مية. تمام? سؤال رقم اربعة. عند ضرب 23 جزء من ماء في عشر. هضرب في عشر. هضرب في عشر في النقيمة الرقم خمسة. الخمسة ده خمسة جزء من ماء. لما هضرب في عشر هتتحرك العلامة رقم هتبقى خمسة جزءا من عشر. قيمته بتزيد. عند قسمة ثلاثة واربعة جزء من ماء على عشر. هنقسم. خلي بالك في الاسمة. كل ما بتقل. هقسم على العشر. يكون خارج الاسم. لا هقسم على العشر. هنا آآ. حرك العلامة على اليسار رقم. حرك العلامة على اليسار رقم. هتبقى بعد الثلاثة. هنا. ندخل على سؤال ثانيا. هنا اول مسألة. بسم الله. العلامة هتروح مع العلامة. اربعة وعشرين على الستة هتديني اربعة. يبقى هنا اربعة. هنا سبعة سبعة ديني واحد. جتا العلامة نزل. سبعة سبعة ديني واحد. وسبعة سبعة ديني واحد. هنا هقسم على واحد جزء من عشر. هقسم على واحد جزء من عشر. بحرك العلامة على يمين رقم. ادي هنا اربعة. آآ. العلامة العشرية. خمسة واحد. هنا هقسم على عشر بحرك العلامة على اليسار رقم. هتبقى بعد الثلاثة. يبقى تنقل الرقم كله زي ما هو. والعلامة بعد الثمانية سؤال رقم 6 العلامة بعد رقم وعلامة بعد رقم حسنا تذهب مع بعضها 45 على الخمسة 45 على الخمسة 45 و 5 على الخمسة تضينا واحد ندخل على سؤال 7 4 على 2 فيهة ل2 4 على 2 فيهة ل2 جاءت العلامة نزلها 4 على 2 فيهة ل2 ندخل على سؤال 8 نقسم على واحد جزء من 1000 يعني بحرك العلامة على اليمين ثلاث أرقام عندي بعد العلامة رقم 1 يبقى بنزل صفري يبقى 1 2 8 0 0 يبقى 12800 سؤال رقم 9 هسم على 10 بحط علامة بعد رقم هسم على 10 بحط علامة بعد رقم يبقى 8 علامة عشرية 9 5 نشوف سؤال رقم 9 عند قسمة 975 على الموقت فإن النتج يصبح 975 جزء من 1000 يبقى سم على 1000 ندخل في سؤال ثالثا مع سميرة 7.2 من 10 كيلو جرام من الحلوة ترغب توزيعها على 8 علب بالتساوي سأخذ 7.2 على 8 سأخذ 7.8 صغيرة سأخذ 72 كلها سأخذ 72 يبقى على طول تحط صف علامة عشرية لأن العلامة جاء على الدور إلا أضربه في 8 72 الثمانية في 9 طبعا ده كيلو جرام ندخل على سؤال 2 قطع أحمد بدرجته في 5 أيام مسافة 24 و 8 من 10 كيلو متر فإذا كان يبقى نفس المسافة يوميا فالمسافة التي يبقىها في اليوم الواحد أريد المسافة التي يبقىها في اليوم الواحد سأخذ الرقم هنا أدي 2 4 علامة 8 على الخمسة سوف انقضاء المسافة لدولайт إلي هذا المسافة لذلك أريد المسافة ملسى اضربه و أبي 1 4 4 إلى 49 كانت بقى 48 48 على الخمسة تريد حاجة اضربها في خمسة تديني حاجة قريبة للـ 48 عندي الخمسة في تسعة بخمسة واربعين رب حاجة خمسة في تسعة بخمسة واربعين وبقى معنا كان بقى ثلاثة طيب الثلاثة بقى أعملهم ايه هيبقوا 30 ثلاثة على الخمسة فيها كل عدد باقي بتزود له صفر وهنا طبعا المسافة هنا كيلومتر يبقى هنا برضو كيلومتر سؤال ثلاثة وزعت معلمة 850 جنيه بالتساوى على 100 تلميس فحسب نصيب كل تلميس هقسم عالمية بحط علامة بعد رقمين هقسم عالمية بحط علامة بعد رقمين هتبقى العلامة بين الخمسة والتمانية يبقى تمانية علامة خمسة طبعا هنا نصيب يبقى بالجنيه ندخل على آخر سؤال تم توزيح 52.5 من 10 كيلو جرام من الأرز بالتساوى على العدد من الأكياس في زيكينات كتلة الأرز بكل كيس 1.5 كيلو جرام فمع عدد الأكياس هناخد هنا طبعا علامة بعد رقم وعلى ما بعد رقم هتروح مع بعضها لكن عايزين مكان نقسم فيه اسمه مطولة ادي خمسة خمسة اتنين خمسة على خمستاشر 52 على الخمستاشر هناخد الثلاثة في خمستاشر الثلاثة في خمستاشر بخمسة واربعين تمام؟ لأن الأربعة في خمستاشر هديني ستين اتنين نقص خمسة ما ينفعش بقت الاثنين واثماشر اتنين نقص خمسة سبعة هنزل العدد اللي عليه الدور اللي هو الخمسة عايزة حاجة ضربها في خمستاشر تدينا حاجة قريبة للخمسة وسبعين هنا بقى هنجرب احنا قلنا اللي أربعة في خمستاشر بستين الخمسة في خمستاشر هنجرب الخمسة في خمستاشر تمام؟ خمسة في خمسة بخمسة وشي شونو معنا لاتنين خمسة في واحد بخمسة وانوانين سبعة تمام؟ يبقى فوق الخمسة وتحت الخمسة وسبعين وط surreal وطبى كده خلصة يبقى هنا هقول له عدد الأكياس بيسوي كام خمسة وثلاثين كيس ونبقى كده خلصنا الاختبار الأول ندخل على اختبار الواحدة اختبار الوحدة كامل الوحدة الخمسة اول سؤال اختر اجابة صحيحة 84 متر سنتيمتر عشان حوال من متر لسنتيمتر بضرف مية بحط صفرين للرقم تقدير مجموعة تقدير واعداد مميزة طبعا هنا الاربعة اعداد مميزة قريبة للخمسة هنا اه بسم الله التلاتة تلاتة واربعة من عشرة قريبة للتلاتة هي هو قريبة للخمسة الضربة يحرك العلامة على اليمين ولكن 1 من 10 يحرك على اليسار هنا سأقسم على 10 يحرك العلامة على اليسار رقم سأقسم العدد العشرة على عشرة سأقسم العامة على الرقم سأقسم العلامة على 1 جزء من 100 سأقسم على 6 يجاب نقوم بوضع الماضي ليشاره الماضي نقوم بوضع الماضي سوف نكفه على الخليج نضع الجنب الاتنين بقى اتنين واربعين اتنين واربعين على الستة فيها السبعة فيها السبعة فين بقى سبعة واحد علامة عشرية دمشن ندخل على سنين سلسة سنين اكمل مئتي عندي هنا هضرب اه عددين بسم الله تعالى نضرب وبعد جدا نحط العلامات ادي واحد اربعة خمسة في اتنين اتنين ال 2 في 15 صفر고 معاناً الواحد واربعه بتمانية 819 اوان عند아요 اولام الاثنينеля بينما كان الل bound var 2 zero ممكن اللي ضرب Notice the couple of open up that was on the same condition الاثنين في واحد باثنين وهن distinguishго déb واخر التي سأنتهار بالقى سامر بالقى السبعة ضرب اوال نحط الهاتف الم сокاملة انضرب التجرب الأيات وأحد الاثنين ثلاثه وعندما إرقائنا الأجزاء لم تقصر سأقسم على 6 وستحرك العلامة نضغط على سؤال 11 نضغط على 1 جزء من 100 نضغط على أمين لكن جزء من 100 سأحرك على يسار رقمين ستبقى بعد الاتنين يبقى 4 8 2 علامة 10 هنا أسم على إيه حرك العلامة بعد الثلاثة أسم على إيه حرك العلامة بعد الثلاثة يبقى أسم على عشر سؤال 13 هنا 5 من 10 في 8 هنا 5 في 8 باربعين يبقى هنا أضع علامة بعد رقم ستبقى هنا أربعة زي ما هو حطت العلامة العشرين سؤال 14 سبعة على الأربعة سبعة على الأربعة نحط سبعة على الأربعة عايزة حاجة ربعة في أربعة بتديني حاجة أصغر من السبعة لو خدت 2 في أربعة بتمانية ما تنفعش وباخد الواحد سبعة عن أساربعة هتديني ثلاثة 3 أصغر ثلاثة أصغر كنته على المعارض 1 وضع 0 كنته على المعارض 1 وضع 0 30 على المعارض 1 سأخذ المعارض 4 في 7 28 هنا 7 و هنا 28 و نحن معنا 2 غير 4 ثم 2 قصدي سأخذ المعارض 2 20 على المعارض 4 يجعلنا 5 4 في 25 يمكننا الناتج معنا 1 علامة 7 5 نرى السؤال يقدم نموذج من ساحة المساط اللي سأخذنا اضرب الى 4 في 6 بешеسط مختلفة على سؤال الثالث , اختروا الاجابة الصحيح من لتر لميلي لتر ان نضرب شهر خرق العلامة معادي منهم عقو بنسبة 3 أرقام whenever لديها 0 يعطيها 0 العشرية بتاعتي واربعة من مية يعني علامة بعد رقمين يخط صفر سأل 18 كيلو متر المتر بضرب في الف عندي بعد العلامة رقم واحد يبقى بحط صفري الجملة للرياضية دي بتسمى ايه انا عندي العلامة يساوي على طول تبقى معادلة تقدير حاصل الضرب عايز هنا باستخدام اليسار اليسار يعني دي متين ويعني دي عشرين باشيل كله بحط صفار اللي اتنين في اتنين باربعة وعندي تلات تصفار في المسألة بنزلهم يباربعة تلاف وندخل على السؤال سؤال رقم واحد وعشرين كلمة الرقم خمسة في العدد الخمسة ده جزء من ايه جزء من الف يبقى خمسة من الف من مضاعفات العدد الثلاثة زود ثلاثة طبعا الخمسة عشر موجودة في جدوة للثلاثة يبقى من مضاعفات الثلاثة ندخل على سؤال رابعا برميل زيت ساعة واحد وتمانين وخمسة وعشرين جزء من مألتر تم تعبطه في زجاجات ساعة الزجاج الواحدة خمسة وعشرين جزء من مألتر مع عدد الزجاجات هنقسم هناخد هنا علامة بعض رقمين هنا علامة بعض رقمين يبقى العلامتين هيروح تعالى بقى نقسمها فوق دي تمانية واحد اتنين خمسة على خمسة وعشرين هاخد الواحد وتمانين على الخمسة وعشرين اول عدد معين طيب لو خدت الخمسة وعشرين اللي اتنين هتضيفني 50 لكن الثلاث هتضيفني 75 وابقى اخد الثلاثة في 25 هتضيفني 75 واشد الخط وضر واحد نقص خمسة منفعش بقى الواحد حداشر حداشر نقص خمسة ستة ودي بقى سبعة خلاص سبعة على اليسار مش هنكتبه نزل العدد اللي على الدور اللي هو الاثين عايز حاجة اضربها في 25 تضيفني حاجة قريبة للاثنين وستين مفيش غير 끝나ك ولcess 2 220-250 melhoraps 이 средств 삼ائل 5 25 1 8 2 5 6 7 6 6 هنا أريد زجاجة يبقى زجاجة ندخل على سؤال 24 هنا نرتب الأعداد تصاوديا من الصغير هنرتب من الصغير أول حاجة بص على الأعداد الصحيح هنا 4 هنا 1 هنا 9 هنا 2 تمام أصغر حاجة عندنا وعملي سهم من علي سهر الكسف السهم أصغر حاجة عندنا الواحد يبقى الواحد علامة 2 5 3 بعد الواحد عند الصغير الـ 2 2 5 7 4 بعدها 4 لا تدعو بالعدد لك بالعدد الصحيح أهم حاجة عندي العدد الصحيح الأول آخر حاجة عندنا الـ 9 هذه 2 5 8 ونرى سؤال 25 صنعت ولاء 2 لتر من العصير شربت منه 325 ملي لتر عايز المتبقي هنا علشان أجيب المتبقي يحول اللتر الملي لتر اللتر الملي لتر هضرب في ألف يبقى ألفين نوأس اللي شربته 325 ونطرة صفر نقص خمسة مينفعش يبقى الصفر ده عشرة والصفر التاني تسعة والتالت تسعة والتنين تبقى واحد عشرة نقص خمسة هي ديني خمسة تسعة نقص اتنين هي ديني سبعة تسعة نقص تلاتة هي ديني ستة هنا واحد ومافيش هو الواحد يبقى ألف ستمية خمسة وسبعين ملي لتر علشان احنا حولنا كله الملي لتر سؤال 26 يبلغ طول الخطوة التي تخطوها هدى 72 سنتيمتر المسافة بالمتر التي تمشيه هدى بعدما تخطو ميت خطو هنا عايز المسافة ب بسم الله المسافة التي تمشيه هدى بالسنتيمتر هدى بتمشي 72 خطو ايه دي 72 خطو بالسنتيمتر المسافة التي تمشيه هدى بالسنتيمتر هي بتخطو 72 بعدما تخطو مية أضرب في مية انزل الصفرين هضرب في مية بحط الصفرين طبعا ده ناتج بايه بالسنتيمتر هو عايزه بالمتر عايز حول من سنتيمتر المتر ادي سبعة اتنين وخلي بالك بقى هنا لما بحول مصور الكبير بقسم وهو حاطتلي العلامة فيه تماوي بدل ما هكتب عالمية هقول له واحد جزء من مئة هي نفس المعام وتدين هنا قسم عالمية وحط علامة بعد رقمين تديني 72 كده الحمد لله احنا خلصنا كل اسئلة الواحدة الخامسة ان شاء الله هناخد الوحدة الستة الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته